اليوم بدي احكي على مسلسل البي اي لتايلندي جيل الواي الموسم الاول والموسم الثاني الموسم الاول كانت قصتها كتير حلوة لانه بلش في الجامعة ما بين الشباب ذبع الجامعة وكيف انه نقدروا يحصلوا على الاشخاص اللي بيحبوهن او كيف كان عندهم اعجاب وبعدين هذا الاعجاب تحول لاحبوا حصلوا على الاشخاص اللي هم بيحبوهن وفي الموسم الثاني مع الاسف بنشوف انه في بعض الاحبة او بعض العلاقات اللي تم كسرها وبعدين بناء علاقات جديدة مع هيك كانت النهاية حلوة هنقول لكم ان نهاية الموسم الاول سعيدة ونهاية الموسم الثاني كمان سعيدة لكن الموسم الثاني كان احلى من الموسم الاول ان الموسم الثاني في بعض اللقطات الجريئة او بعض ممارسات الحب اللي كانت عن جد يعني كتير حلوة وبعض الشباب اللي دخلوهم او الماترين دخلوهم في الموسم الثاني عطوا يعني نكهة كتير حلوة للموسم الثاني فانصحكم انكم تشوفوه وأنكم مهتمين بالمستوصلات اللي بتسمحوها حول المدرسة أو حول الجامعة وقصة الحب تبعها صح أنه في الموسم الثاني في بعض الأشخاص اللي تم كسر قلبهن وفي بعض العلاقات اللي انتهت وعلاقات جدا بنت لكن كمان في علاقات تم الحفاظ عليها بالعكس مثل الطبيب كيف يعني لسه مع حبيبه وكيف قصة حبهن اطورت وكيف هما ضلوا مع بعضهن البعض لدرجة أنه حبيبه طلب منه الزواج في النهاية وكيف يعني في بعض منهن كمان صح خسروا الشخص اللي يحبوه في الأول لكن كمان دخل حياتهم أشخاص أحسن وأشخاص جديدة اللي خلتهم كمان يحبوهن وكمان تكون نهايتهم حلوة المهم يا شباب لو ما هتمين بهذا المسلسل رح تلاقوا الموسم الأول للموسم الثاني يعني على صفحتنا في الفيسبوك ما بدي أحرق عليكم إذا كنتم ما شفتوا وما بدي كمان ألخص لأنه أكيد في ناس كثير شافوا المهم بخلي لكم ياه يعني بالفيسبوك وانتو روحوا هونيك وشوفوه وكيد رح تستمتعوا فيه كتير الموسم الأول والموسم الثاني كامل يا شباب ما تنسوا تابعونا على تليجرام لأنه فيه مسلسلات كاملة ما تنسوا تابعونا كمان على الانستجرام وعلى التيك توك وأهم شي يا شباب نحنا بتنزل فيديوهات قصيرة وهذه الفيديوهات بتكون هي يعني مجرد تلخيصات لكل الحلقات اللي بتنزل تبع المسلسلات البئن يعني بناخد بعض اللقطات وبنلخص شو ما صار ما بين البطلين الاثنين يعني اللقطات الرومانسية ما بين بعضهن البعض فادعمونا فيهن بنحبكم كتير باي باي